في لبنان يستمر مسلسل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت إذ أصدر المحقق العدلي في قضية الانفجار مذكرة إحضار جديدة بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب كمدعى عليه للمثول أمامه يوم الاثنين المقبل وكان دياب قد امتنع عن الحضور إلى جلستي الاستجواب سابقا ودع بطار في سياق التحقيق بالانفجار على عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين لكنه يواجه ضغوطا بسبب رفض رفع الحصنات وتمنع مسؤولين عن الحضور للتحقيق معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي ما الذي سيختلف هذه المرة دارين الأمر الذي سيختلف في هذه الجلسة هو أن دياب يفترض أن يكون اليوم من دون حصانة سياسية تمتع بها في المراتين السابقتين وتلطى خلفها إذا جاز التعبير بعد أن خرج عدد من الأصوات لسيما من نادي رؤساء الحكومات السابقين الذين حذروا وقالوا أن هذا الأمر غير قانوني وغير دستوري أن يتم استدعاء رئيس حكومة وإن كان هذه الحكومة مستقيلة لكن الأكيد أن حسان دياب وكما هو معلوم كان يعلم بوجود النترات في المرفأ وهو كان يخطط للقيام بجولة مع عدد من الإعلاميين إلى هذا العنبر الذي انفجر والذي كان يضم النترات من الأمونيوم للحديث عن أن هناك سعي ربما لإزالة أو نزع هذه المواد من المرفأ لكن هذا الأمر تبدل قبل ساعات قليلة من دون أن يتضح ما هو السبب الذي جعل فيه حسان دياب يعدل عن هذه الجولة لا يفترض أنه يتحمل مسؤولية أكبر من ذلك على اعتبار أنه قد أتى إلى السلطة حديثا ربما لا يعلم بخطورة هذه المواد ربما ليس من سمح بإدخالها وليس من يعلم بأنه عليه إخراجها الجميع يعلم أن المسؤولية في انفجار مرفأ بيروت تتوزع على عدد كبير من المسؤولين كانوا مسؤولين سياسيين على رأسهم رئيس الجمهورية أيضا الذي كان يعلم أبلغ في تقارير أمنية بوجود هذه المواد وبخطورتها مرورا بحسان دياب ورؤساء حكومات سبقوه أيضا كانوا يعلمون وعدد من الوزراء والقادة الأمنيين والعسكرين الذين كانوا يتواجدون في ألف مرفأ أشكر كدارين الحلوي في بيروت شكرا شكرا